التساع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل الصحور الذي أقامته القوات المسلحة وذلك بحضر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وأشهد الرئيس السيسي بالجهود التي تبدلها الدولة المصرية ومؤسستها الوطنية وفي مقدمتها القوات المسلحة وما يقدمه رجالها من عطاء وتضحيات للحفاظ على أعلى معدلة الكفاءة والاستعداد القتالي وبناء وتطوير القوة والقدرة التي تحفظ لمصر أمنها واستقرارها وتحقق مصالحها القومية ودعم جهودها نحو التنمية والبناء والتقدم في شتى المجالات كما قدم الرئيس السيسي التهنئة لرجال القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري بقرب حلول عيد الفطر المبارك هذا وهنأت القوات المسلحة الرئيس السيسي بتولي فترة رئاسية جديدة لاستكمال قيادة الأمة المصرية وتحقيق ما تصب إليه من الآمال والإنجازات الطموحة لبناء الدولة العصرية القوية على كافة الأصعدة مؤكدة بأنها ماضية بكل قوة في الوفاء بالمهام والواجبات المكلفة بها لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصري العظيم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الأيام المقبلة عقب عيد الفطر المبارك ستشهد موجة انخفاضات أخرى في الأسعار جاء ذلك خلال ترأسه مدبولي اجتماعا لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع حيث أكد مدبولي اهتمامه بعقد الاجتماع بشكل أسبوعي بهدف المتابعة الدورية لحركة الأسواق وأسعار السلع هذا وتابع مدبولي المستجدات ومسارات التحرك المتخدم من قبل الأمانة الفنية لللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع والأعمال المنفذة فيما يتعلق بتطوير أليات الرصد الميداني للأسعار ذكرت وكالة رويترز أنه من المتوقع أن يتوجه مدير المخابرات المركزية الأمريكية إلى القاهرة مطلع الأسبوع للقاء مسؤولين مصريين ومدير المخابرات الإسرائيلية ورئيسي الوزراء القطرية وأضافت رويترز نقلا عن موقع أكسيوس أن الزيارة تأتي في مسعى لتحقيق انفراجة في المحادثات بين إسرائيل وحماس الرمية لوقف إطلاق النار وإطلاق صراح المحتجزين حث البيت الأبيض إسرائيل على فتح الممرات الجديدة التي أعلن عنها مكتب رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو لإيصال المساعدات إلى غزة بشكل كامل وسريع وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون أن هذه الخطوات التي تشمل الالتزام بفتح ميناء جدود لإيصال المساعدات بشكل مباشر إلى غزة وفتح معبر إيريز أمام طريق جديد لوصول المساعدات إلى شمال غزة وزيادة كبيرة في الشحنات من الأردن مباشرة إلى غزة يجب تنفيذها بشكل كامل وسريع قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض وقد أن الولايات المتحدة ترجع تقريرا إعلاميا يفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد الأهداف التي يقصفها في غزة وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة لم تتحقق من محتوى التقرير الذي أفاد بأن مسؤول مخبرات إسرائيليين يستخدمون برنامجا يعرف باسم لفاندر وجاء في التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صنفت عشرات الآلاف من سكان غزة كمشتبه بهم باستخدام نظام الذكاء الاصطناعي ودون مراجعة بشرية تذكر قال الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود كريستوفر لوكيير إن سكان غزة بحاجة إلى وقف عاجل ودائم لإطلاق النار وأكد في مؤتمر صحفي أن منظمة الأمم المتحدة تقود ورود الإغاثة في الميدانة مشددا على أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين الأونروات تشكل العمودة الفقرية لإغاثة إنسانية في غزة أعلن حاكم مقاطعة ريستوفر الروسية فاسيلي غولوبي في قيام الدفاعات الجوية الروسية بتدمير أكثر من 40 هدف في أجواء المقاطعة الواقع بجنوب روسيا وذكر في حسابه الرسمي على تيليجرام أن الهجوم أسفر عن أضرار بمحطة الكهرباء المحلية مؤكدا أن الأعمال جارية لاستعدة الكهرباء وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعتراض وتدمير ثمانية طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كارسيك الروسية ترجمة نانسي قنقر